وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على قوة علاقات الأخوة والتقدير التي تجمع الرئيس السيسي والعاهلة الأردني مشددا على ضرورة البناء على هذه العلاقات جاء ذلك خلال لقاء مدبولي برئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي حيث أكد ضرورة مواصلة جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي وتعميقها وأكد مدبولي على الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي مشددا على ضرورة مواصلة الدفع باتجاه ترجمة المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي إلى مشروعات فعلية على الأرض